السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبابة الله بالصفة الاول معكم ستايا من قناة تعلمي النهاردة ان شاء الله معنا انتحان رقم 3 طبعا احنا منازلين سلسلة مراجعات جورافيا وتاريخ و سلسلة انتحانات متوقعة كل ده في قيمة التجنيه خاصة بيكو هنازل لكم اللمك بتاحها في صندوق الوصف باول تعليم وسبب لو اول مرة تشوفونا متنسوش تعاملوا اجاب للفيديو واشتراك في القناة فعلوا زروا الجرس واشنعيني مراجعة نعملها توصل لكم طبعا عندي اولا الجورافيا السؤال الاول امام خريطة الصماء للعالم اكتب مذلول الارقام الموقعة عليها عندي رقم واحد المحيط طبعا انا المحيط ايه الهادي طبعا اثنين كوريت اهي رقم اثنين كوريت افريكا طبعا طبعا رقم ثلاثة المحيط المحيط الهندي المباين اربعة البحر طبعا البحر البحر المتوسط خمسة دائرة عرض خط طبعا 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 بالنسبة للخريطة نشوف بيت بمتفسر خدوث سرا Привет الصمون طبعا خدوث سراعم هدوث قد تى حدوث طبعا خخagnية llamدي المال مستخدم في الريو في الشرب في توليد الكهرباء استخراج الأملاح السروة السمكية فبالتالي هو سر الحقيقي نحن هنا في السؤال ده هنكتب استخدامات الميال السؤال الثاني ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الصغير الصحيحة مع التصميم رقم واحد تفيد قدود الطول في معرفة الزمن صح طيب الشمس أقرب الكواكب بالنسبة للأرض طبعاً وغلط هي الشمس أقرب النمون فبدل الكواكب ده هنكتب النمون بالتصميم بتاعنا تمام؟ فيبعرفة اليابس باسم بلجايا في المرحلة الأولى بتكوينه اللي جابة هتبقى صح فإن نشوف السؤال الثالث أكمل العبارات لأ ما المقصود بكل من السدوم السهول لنيزك محور الأرض طب نشوف تعريف السدوم طبعاً السدوم هي أجسام غازية تظهر في السماء على شكل سحابة من الغبار بسبب انفجار النجوم الثاني هي أجسام غازية تظهر في السماء على شكل سحابة من الغبار بسبب انفجار النجوم فالتاني تعريف عندي السهول السهول هي أراضي منبسطة لا يزيد استفاحها عن 500 متر من سطح البحر وهي نوعين طبعاً عندي السهول السحلية والسهول الفائدية فالنيزك هو جسم فضائي صل بكبير الحجم بيحترق جزئياً عند احتكاكه بالغلاف الجو جسم فضائي صل بكبير الحجم يحترق جزئياً عند احتكاكه بالغلاف الجو طبعاً السدوم بتحترق ايه؟ أو الشهو بتحترق كلياً أما النيازك بتحترق جزئياً محور الأرض هو خط وهمي يصل بين الكتبين مرد بمركز الأرض ويميل بزوية 23.5 درجة عن الخط العموضي هذه التعريفات اللي عندنا في السؤال الثالث طيب هندخل على التاريخ ثانياً التاريخ السؤال الرابع عندي طبعاً مدينة هنا أكمل العبارات العادية بما ينسبها من كلمات مما بيننا الكوساين ممتين الكلمات من محاة الثالث أحمس نينة أربعة ثلاثة التحية الدفع هكمل بها الأسئلة توحيد مصر على يد الملك طبعاً على يد الملك مينة اول كلمة ترمي أستطيعين بها ملك مينة تمكن من ضرد الاقصور من مصر؟ فما اكسبها ملك تمكن من ضرد الاقصور من مصر؟ طبعاً الملك أحمص کے ذلك سا姐 tracks ذلك كلمةنيت فوقها تمبدأ من ضرد الاقصور من مصر قسم المصري القديم السنة الزراعية إلى كم فصل إلى ثلاثة فصول إلى ثلاثة فصول السؤال لبعده عندي رقم أربعة أقام الملك من سد اللهون طبعاً المحاية الثالث أقام الملك من محاية الثالث سد اللهون هذا الرقم أربعة من محاية الثالث حفظ المصريون الكدماء بثث الموتى عن طريق عملية التحيط عن طريق عملية التحيط طيب ما النتائجة التي ترتبت على بناء المصريين الكدماء أو المصريين الكدماء لأثارهم في قلب السحراء طبعاً النتيجة استمرارها وبقائها إلى الآن بناء المصريين الكدماء لأثارهم في قلب السحراء النتيجة واستمرار الأثار دي وبقائها إلى الآن إنشاء سطول بحري في مصري القديمة التصدي لشعوب البحر المتوسط حماية سواحل مصر والتصدي لشعوب البحر المتوسط السؤال الكامس شيد أول بناء حجر ضخم في التاريخ طبعاً ده الملك زوسر الملك زوسر هو أول من شيد أول بناء حجر ضخم في التاريخ انتصر على أمير قودش في معركة ماجدو حتمس الثالث بنى مدينة أحيتاتون واتخذها عاصمة لبلاده طبعاً ده إثناتون قم بإدمام بهو الأعمدة بمعبد الكارنك رمسيس السالي السؤال الثالث بما تفسر اتخاذ فرعون مصر وزيراً له هيبقى الإجابة لساعده في إدارة شؤون البلاد رقم 2 تعدد الآلهة في المصر القديمة هنقول بسبب تعدد الأقليم فكان لكل إقليم إلا يعني كان عندي 42 إقليم كل إقليم كان لي إيه إلا فبالتالي بدأت أو نشأت تعدد إيه إلا تبقى تعدد الأقليم فكان لكل إقليم إلا ضعف ونياري الدولة القديمة هنقول بسبب ضعف الملوك وتفكك وحدة البلاد ضعف الملوك وتفكك وحدة البلاد شهرة الملك توت عان خامون طبعاً شهرة الملك توت عان خامون بترجع لإيه بسبب إكتشاف مجبرته عام 1922 والتي تحتوي على الكثير من الأصور إكتشاف مجبرته عام 1922 تحتوي على الكثير من الأصور للمصري طيب ده كان المتحان بتاعنا النهاردة إن شاء الله برضو استنوا من المتحانات تانية متوقعة ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجراز عشان أي متحانات تنزلها توصل لكم ومسوش تعملوا العجاب للفيديو والنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته